موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني عشر علمي أهلا بكم في حلقة جديدة لمادة الكيمياء والتي ستناول فيها حلقة اليوم بعنوان الأحماض الدهنية والليبيدات وسنتعرف فيها عزيزي الطلاب على أنواع الليبيدات وكذلك أهمية الأحماض الدهنية وأهمية الليبيدات في الحياة والفرق بين الطاقة التي نحصل عليها من الليبيدات والكربهيدرات كل هذا وأكثر بعد الفاصل فابقوا معنا موسيقى أهلا بكم من جديد أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني عشر علمي وكما قلنا لكم قبل الفاصل أن حلقة اليوم سنتناول فيها موضوع الأحماض الدهنية والليبيدات أعزيزي الطلاب تعرفنا في الحلقات السابقة في موضوع الكيمياء الحيوية على بعض الموضوعات الكيمياء الحيوية تعرفنا على الكربهيدرات وأنواعها وصنفنا الكربهيدرات وتعرفنا على طرق تصنيفها وطرق الحصول عليها وكذلك تعرفنا على البروتنات دعنا الآن نتناول الدرس الأخير أو الموضوع الأخير في الكيمياء الحيوية في هذا الفاصل الدراسي الأحماض الدهنية والليبيدات عايزي الطالب دعنا نتعرف أولا على ما المقصود بالليبيدات الليبيدات هي أحد أنواع المركبات العضوية الطبيعية المفروض أنها موجودة في جسم الكائنات الحية ما المقصود بكلمة ليبيد أو كلمة ليبيدات دعنا نتعرف عليها أكثر من ذلك هي عبارة عن مركبات عضوية وكما قلنا سابقا المركب العضوية لابد أن يحتوي على عنصرين أساسيين الكربون والهيدروجين يبقى إذن هي مركبات عضوية يباً إذا تحتوي على كربون وهدروشين ذات ملمس دهني بمعنى أن إذا كان لدينا عينة من أحد الليبيدات يكون لها ملمس دهني مثل ملمس الصابون أو ملمس الزيوت أو ملمس الدهون وكذلك كسافاتها أقل من كسافة الماء إذا قبنا بالصاب أو وضع كمية من الليبيدات في ماء فنال畫cio تطفف وقصة الماء لأنها تعتبر أقل كسافة من الماء يبب إذاً الليبيدات هي مركبات وعضوية ذات ملمس دهني وكسافاتها أقل من كسافة الماء تقول لدينا بعض أصفات الخاصة بالليبيدات أنها تعتبر مغزل للطاقة يعني الليبيدات التي نحصل عليها في بعض أنواع الأغذية تعتبر طاقة مغزونة داخل جسم الإنسان إذن الليبيدات مغزل للطاقة لماذا عايزي الطالب؟ لأن الطاقة التي نحصل عليها من الليبيدات تعتبر ضعف الطاقة التي نحصل عليها من المواد الكربوهيدراتية أو من السكرية يعني إذا قمنا بالتغذية أو بأكل مادة غذائية مثلاً 5 جرام من مادة تحتوى على الليبيد و 5 جرام من كربوهيدرات فإن كمية الطاقة التي نحصل عليها من الليبيد تعتبر ضعف الطاقة التي نحصل عليها من الكربوهيدرات أو من السكريات يبقى إذا أن تعتبر الليبيدات هي مغزل الطاقة لماذا؟ لأن الطاقة النتجة يعني يأتي لأن هذا السؤال عايزي الطالب على شكل عالي يبقى لأن الطاقة النتجة من احتراق كمية معينة من الليبيدات حوالي ضعف الطاقة النتجة من احتراق الكمية نفسها من الكربادران ده أنا أتعرف على أهمية أخرى اللي بيديدات عايزي الطالب تعتبر اللي بيديدات مصدر للفيتامينات هذه الفيتامينات تذوب في أدهون مثل فيتامين A و فيتامين D بمعنى أن الغذاء الذي نتغذى عليه والذي يحتوي على بعض أنواع اللي بيديدات نحصل إذا تغذينا على هذا الغذاء نحصل على بعض الفيتامينات الهامة جدا للإنسان وهذه الفيتامينات التي تعمل على إزابة الدهون مثل فيتامين A و فيتامين D أو D تعتبر لبيدات من المركبات الأساسية في تركيبات الخلايا معنى أن الخلايا الحية مثل خالية الإنسان أو خالية الحيوان تحتوي بصفة أساسية من ضمن التركيب الخاص بها على بعض أنواع البيدات وكذلك تدخل عائزة الطالب لبيدات في صناعة الصابون والشحوم وزيوت الطلاق هذا تعتبر أهمية البيدات ثم أهمية الأحماض الدهنية بأن الموضوع عنوانه الأحماض الدهنية والليبيدات الحماض الدهنية لا أهمية في استخدام بناء الدهنيات الموجودة في جسم الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان أو نبا الآن تعالفعز التطالب على أهم خواس الليبيدات ما هي خصائص الليبيدات وأما الفرق بينها وبين باقي المركبات العضوية التي درسناها تعتبر الليبيدات أن مواد أو مركبات تحتوي على ثلاث عناصر أساسية ي لابد أي لايبيت أن يحتوي على ثلاث عناصر أساسية وهمة هي عنصر الكربون وعنصر الهيدروجين وهذه العنصرين الكربون والهيدروجين موجودين في أي مركب عضي ولكن هذه بصفة أساسية لازم بد أن تحتوي على الأكسجين يبقى أن المكونات الأساسية لللابيدات هي الكربون والهيدروجين والأكسجين هل تحتوي الليبيدات على هذه العناصر فقط؟ نعم عايزي الطالب ولكن توجد بعض الليبيدات تحتوي على عناصر إضافية سنتعرف عليها لحقق إن شاء الله كذلك تتكون الليبيدات من إسطرات ناتجة من ارتباط أحمد دهنية مع كحول بمعنى أن الليبيدات تصنف على أنها إسطرات بمعنى أن الإسطر درسنا أننا كيف نحصل على الإسطر نحصل عليه من تفاعل حمض عضوي مع كحول يبقى تتكون الليبيدات من إسطرات ناتجة عن ارتباط أحمد دهنية مع كحول وكذلك تعتبر الليبيدات مركبات غير قطبية معنى غير قطبية أنه لا يوجد فرق في سليبها الكهربية بين مكوناتها لذلك لا تحصل على أو لا يوجد قطبية داخل هذا المركب الصفة الأخرى أن الليبيدات لا تذوب في الماء وإنما تذوب في المزيبات العضوية إذا وضعنا كمية من الليبيد في الماء لا تذوب فيه طب إذا أردنا أن نذيب هذه المواد ممكن أن نذيبها في بعض المزيبات العضوية مثل الإيثر مثل الكولوروفورم مثل البنزين وهذه تحتور بعض أنواع المزيبات العضوية والآن أريد أن نتعرف أو نصنف الليبيدات تصنف الليبيدات إلى ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع النوع الأول يسمى الليبيدات البسيطة ما هي خصاص هذا النوع؟ هذه تعتبر استراط أو أن الليبيدات البسيطة تعتبر استراط تنتج من تفاعل أحماض كما قلنا أحماض مع كحول ولكنها تنتج من تفاعل أحماض دهنية مع كحول وهذه الليبيدات البسيطة تحتوي فقط على السلسة عناصر التي تحدثنا عنهم الكربون والهيدروجين وعنصر الأكسجين تبدأنا تعرف على بعض الأمثلة على الليبيدات البسيطة بعض الأنواع الليبيدات البسيطة مثل أجليسريدات أو تسمى جلسردات السلاسية ما هي أمثلة الأطعمة التي نتغذى عليها أو التي توجد حولنا تمس أو تعتبر من ضمن الجلسردات السلاسية هذه الزيوت أو الدهون أو الدهنيات تصنف ضمن الجلسردات السلاسية النوع الآخر الشموع جميع الشموع التي سواء الشموع طبيعية أو الشموع صناعية تعتبر هذه من ضمن الليبيدات البسيطة النوع الثاني عايزة تطالب الليبيدات المشتقة وهذه الليبيدات المشتقة نحصل عليها من الليبيدات البسيطة وسنتعرف على تعريفها لاحقا النوع الثالث الليبيدات المركبة الليبيدات المركبة مثل الفوسفوليبيدات وتعتبر أو تسمى الليبيدات الفوسفورية وهذه المركبات تحتوي على عنصر الفوسفور حتى ما اسمها الليبيدات الفوسفورية وهذا أحد أمثلة عليها النوع الآخر يسمى الجليكوليدات مثل الليبيدات السكرية يعنيها تعتبر أحد أنواع السكرية دعا أن نتعرف أو نفرق من حيث التعريف ما الفرق بين الليبيدات البسيطة والليبيدات المركبة والليبيدات المشتقة إذا نتعرف الليبيدات البسيطة عايزة الطالب أنها عبارة عن إسترات تنتج من تفاول الأحماض الدهنية مع الكحولات وتحتوي فقط على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين إذا تعتبر هذه الليبيدات البسيطة لأنها لا تحتوي إلا على سلاس عناصر هذه النوع الثاني عايزة الطالب الليبيدات المركبة هي الليبيدات التي عبارة عن إسترات ولكنها تنتج من تفاعل الأحماض الدهنية مع الكحولات ويدخل في تركبها مجموعات جزائية يعني الفرق بين الليبيدات البسيطة والليبيدات المركبة أنها تحتوي الليبيدات البسيطة تحتوي على الثلاثة عناصر فقط هنا الليبيدات المركبة تحتوي على الثلاثة عناصر هذه وتحتوي كذلك بالإضافة إلى هذه العناصر على مجموعات جزائية هذه المجموعات الجزائية تحتوي على عناصر من مثل الفصفور أو النيتروجين أو الكابريت أو الكربوهيدرات بالإضافة إلى العناصر السلسية التي تحدثنا عنها الكربون والهيدروجين والأكسجين يميز أن الليبيدات البسيطة سلسة عناصر فقط أو تتكون من سلسة عناصر فقط هذه الليبيدات المركبة تتكون من السلسة عناصر بالإضافة لعناصر أخرى مثل الفسفور أو النيتروجين أو الكابريت أو الكربادرة النوع السلسة عزي الطالب الليبيدات المشتقة ما الفرق بين الليبيدات المشتقة والليبيدات البسيطة والليبيدات المركبة الليبيدات المشتقة تعرف بأنها هي الليبيدات التي تنتج من التحلل المائي للليبيدات البسيطة أو المركبة بمعنى أن يمكن الحصول على الليبيدات المشتقة أو أن يتم اشتقاقها أو الحصول عليها من لبيد بسيط بعملية تحالل الماء أو من لبيد مركب كزلك بالعملية تحالل الماء أن يتفكك الليبيد المركب إلى لبيدات مشتقة أو بعد أنواع لبيدات المشتقة ده أنا الآن أريد أن نتعرف على مفهوم الأحماض الدهنية الأحماض الدهنية تعتبر أحد أنواع الأحماض العضوية التي درسناها سابقا الصفة الأساسية في هذه الأحماض تعرفنا أن أي حمض عضو يحتوي على مجموعة وظيفية معينة تسمى مجموعة الكربوكسيل اللي هي COOH في حالة الأحماض الدهنية تعتبر أو تصنف على أنها أحماض دهنية أحادية الكربوكسيل بمعنى أنها تحتوي على مجموعة كربوكسيل واحدة هذه الصفة الصفة الأخرى أنها ألفتية بمعنى أنها لا تحتوي على حلقة بنزين الصفة الثالثة أنها قد تكون بعضها مشبع وبعضها غير مشبع وتعرفنا أن الكلمة مشابعة تعني أن جميع الروابط أحدية وتوجد بعض الأحماض الدهنية بها بعض الروابط الثونية لذلك قد تكون غير مشابعة ذلك تعتبر ذات سلاسة الكربونية طويلة بمعنى أن الحمض الدهني يتكون من عدد كبير جدا أو سلسلة طويلة جدا من ذرات الكربون المرتبطة مع بعضها هذه هي صفات الأحماض الدهنية والأحماض الدهنية أين توجد حولنا أو أين توجد في الكائنات الحية الأحماض الدهنية لا توجد في الخلايا أو لا نسجل بصفة حرة الليبيدات توجد في الخلايا بصفة حرة أما الأحماض الدهنية وهذا فرق بين الليبيدات وبين الأحماض الدهنية الأحماض الدهنية لا توجد في الخلايا بصفة حرة أو بصفة طليقة كما توجد في الليبيدات أو كما توجد الليبيدات في الخلايا الحية الصفة الأخرى تنتجزي الأحماض الدهنية من التحالل للماء للدهنيات بمعنى إذا كان لدينا بعض الدهنيات يمكن عن طريق إجراء عملية التحالل الكيميائي أو تحالل الماء الكيميائي لها نحصل على الأحماض الدهنية عن طريق عملية التفكك الأحماض الدهنية الموجودة في الطبيعة زاد سلاسل غير متفرعة طبعا المقصود بالموجودة في الطبيعة هي الأحماض الدهنية الطبيعية الموجودة من كائنات حية أو التي نحصل عليها من كائنات حية زاد سلاسل غير متفرعة أي أن سلسلات الكربون لا توجد سلسلة متصلة ولا يوجد عليها أي تفرعات أو أي شكوك أخرى غير زرات الكربون وزرات الهدروجين وتحتوي على عدد زوجية من زرات الكربون بمعنى سنرى الآن عند تسمية أنواع الأحماض الدهنية أن جميع المركبات التي سيتم تسمياتها تحتوي على عدد زوجي من زرات الكربون بمعنى أنها عدد 20، 40، 22 أنها عدد زوجية تقبل قسمة على 2 ولا توجد أحماض دهنية تحتوي على زرات أحادية أو زرات مفردة من زرات الكربون وإذا أحد أشكال الأحماض الدهنية عايزي طالب لاحظ السلسلة الكربونية المتصلة وليوجد عليها أي تفرعات وأنها تحتوي على مجموعة كربوكسي الواحدة وإذا اعتبر حمض دهني مشبع لأنه لا يحتوي على أي روابط ثنائي هذه بعض الأمثلة على بعض الأحماض الدهنية لاحظ السلسلة المركب الأول C12H24O لاحظ عدد زرات الكربونية عدد زوجي كما قلنا وهذه تحتبر الصيغة الجزئية وهذه الصيغة الجزئية المكسفة لاحظ السلسلة أن مجموعة CH2 تتكرر 10 مرات وتوجد CH3 ويوجد لدينا مجموعة كربوكسي الواحدة هذا يسمى حمض لوريك ويعتبر من الأحماض المشبع بمعنى أنه لا يحتوي على أي روابط ثنائي مثال آخر C16H32O برضو لاحظ كذلك أن عدد زرات الكربونية عدد زوجي في هذه الحالة هو نفس الحمض الموجود بالأعلى ولكن الزيادة حصلت في طول السلسلة الكربونية كان لدينا C2H2 في الوسط 10 زرات أو تكررت 10 مرات هنا تكررت 14 مرة وهذا يسمى حمض البلميتك وهذا اعتبر من الأحماض المشبع وحمض البلميتك هو أحد الأحماض التي نحصل عليها من زيت النخيل تأتي من كلمة بن المثال الثالث C18H36O2 هذا يحتوي على 18 زر الكربون كذلك اعتبر عدد زوجي مجموعة C2 تكررتها نفس الحمضة إذا أردت أن تحفظ هذه الأحماض هي نفس الصيغة ولكن الاختلاف فقط في عدد مجموعة C2 الموجودة في المنتصف هنا تكررت 16 مرة وتوجد على مجموعة كربوكسي الواحدة هذا يسمى حمض الأستيريك وهذا يعتبر من الأحماض الدهنية المشبع مثال آخر C18H34O2 لحظة الاختلاف بين عدد زرات الهيدروجين حادثة بها اختلاف في نوع الحمض الدهني وسنلاحظ الفرق الآن في نوع الحمض بسبب تغير عدد زرات الهيدروجين ونقص عدد زرات الهيدروجين بمقدار الزراتين هذا تسبب أن حمض الأوليك أصبح حمض أو يعتبر حمض غير مشبع يعني أنه يحتوي على رابطة ثنائي يعني لحظة الفرق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية عدد زرات الكربون نفسه عدد زرات الهيدروجين نفسه الذي تغير هو عدد زرات الهيدروجين وهذا اعتبر حمض غير مشبع ويسمى حمض الأوليك وسابق الوجود الرابطة الثنائية هو نقص في عدد زرات الهيدروجين بقيمة زراتين ننتقل إلى المثال الآخر C18H30O2 لحظة أنت الفرق بين هذا المركب والمركب السابق حدث كذلك عدد زرات الكربون نفسه عدد زرات الهيدروجين نفسه حدث فرق في عدد زرات الهيدروجين هذا كذلك يتسبب في تغير في نوع المركب أو من نوع الحمض الضوني تحول من حمض غير مشبع إلى حمض غير مشبع يعني أنه يحتوي على عدد من الروابط الثنائية بثلاث روابط ثنائية في هذا المركب وهذا يسمى حمض أليونيك وهذا يعتبر من الأحماض الغير مشبعة معنى ذلك عايزة الطالب أن الأحماض الضونية مرة أخرى هي أحماض تحتوي على مجموعة كاربوكسيل أحدية كاربوكسيل تحتوي على مجموعة كاربوكسيل واحدة أنها ألفاتية لا تحتوي على حلق بنزين قد تكون مشبعة وقد تكون غير مشبعة ننتقل أنا عايزة الطالب إلى خواص الأحماض الدهنية وننتقل أولا إلى الخواص الفيزيائية للأحماض الدهنية ما الخواص الفيزيائية؟ وتعرفنا سابقا عند دراسة المركبات العضوية أن الخواص الفيزيائية نتعامل فيها مع القطبية مع الزوبان في الماء مع درجة الغلان ما هي الخواص الفيزيائية للأحماض الدهنية؟ أولا تنخفض درجة انصار الأحماض الدهنية كلما قصرت السلسلة الكربونية والسلسلة الكربونية تمثل عدد زرات الكربون أي بمعنى أنه كلما قلت الكتلة الجزائية للمركب كلما قل عدد زرات الكربون الموجودة في السلسلة كلما انخفضت درجة الغليان والعكس صحيح كلما زادت السلسلة طولا كلما ارتفعت درجة غليان الحمض الدهني وكذلك هنا إذن تنخفض درجة الانصار لسابين يمكن أن يتسببه في نقص درجة الانصار أولاً إنخفاض أو قلة عدد زرات الكربون الموجودة في السلسلة وكذلك زيادة عدد الروابط السنائية تعمل على خفض درجة إنصار هذه الأحماض الدهنية الخاصية الأخرى الأحماض الدهنية لا تذوب في الماء ولكن تذوب فيه أو تكون فيه مواد غروية بمعنى إذا وضعنا حمض دهني في الماء يكون مثل الرواوة أو مواد غروية أي نوع غير قابل للاختلاط بالماء إذا سئلنا في هذه الفقرة لماذا تعتبر الأحماض الدهنية أحماض لا تذوب في الماء أو مركبات عضوية لا تذوب في الماء سبب الأساس هنا أعزي الطالب أن الأحماض الدهنية تحتور بمركبات غير قطبية وعدم وجود القطبية في الأحماض الدهنية هي التي تتسبب في عدم زوابانها في الماء ولكن يمكن أن نزيب هذه الأحماض الدهنية في بعض المزيبات العضوية تذوب الأحماض الدهنية في مزيبات العضوية غير قطبية مثل البنزين ومثل الإثر وهذا مثل مثل أحد أشكال الأحماض الدهنية ننتقل أعزي الطالب إلى النوع الثالث الجليسريدات السلسية أو الزيوت والدهون وهي تعتبر أحد أنواع الليبيدات البسيطة التي تكلمنا عنها أولا ما المقصود بالزيوت والدهون أو ما الفرق بين الزيوت والدهون الزيوت والدهون متشابه إلى حد كبير في التركيب الكيميائي أي أن التركيب الكيميائي بمعنى تكوين نوع الزرات الموجودة كربون وهيدروجين وأكسوجين يوجد اختلافات يعني التركيب متشابه ولكن توجد الاختلافات في الصيغة العامة والشكل البنائي لهذه الأحماض وكذلك في درجة التشبع هل أيهم يحتوى على روابط أحادية وأيهم يحتوى على روابط سنائية نلاحظ عزيز الطالب أن كلهما عبارة عن إسترات بمعنى أن سواء الحمض سواء الزيت أو الدهون مكون من تفاعل حمض مع كحول وينتوكستر يبقى إذا الزيت يعتبر أحد أنواع الإسترات وكذلك الدهون يعتبر أحد أنواع الإسترات الجزء الكحولي الموجود في هذا الإستر يعتبر دائما يكون فيه هو الجليسرول والجليسرول تعرفنا عليه في الكحولات في درس الكحولات وتعرفنا أنه يعتبر من الكحولات سلاسية الهدروكسيل أي أنه يحتوى على ثلاث مجموعات هدروكسيل وظيفية هذا الجزء الكحولي الجزء الحمضي الذي يحتوى على مجموعة الكاربوكسيل هو عبارة عن ثلاث جزئات من أحماض دهنية يبقى لدينا كحول واحد والجليسرول ولدينا ثلاث جزئات من حمض عضوي عبارة عن ثلاث جزئات من الأحماض الدهنية وغالبا تكون هذه الأحماض مختلفة أي أن الشق الألكيل الموجود كلمة حمضة عضوه معناها يحتوي على مجموعة كربوكسيل واتفاقنا أنها مجموعة كربوكسيل واحدة إذن سيكون الاختلاف في شق الألكيل أي بمعنى عدد زرات الكربون الموجودة في كل حمضة من الأحماض الدهنية هذه تسمى هذه الاسترات استرات أجليسرول أو أجليسريريدات أو أجليسريريدات السلسية وهذا أحد أشكال الجلسليدات السلسية هذا يعتبر الجلسرول وهذا يعتبر أحد الأحماض الدهنية وهذا يعتبر الحمض الدهني الآخر وهذا يعتبر الحمض الدهني الثالث المكون لجلسليد السلسي إذن عايزة طالب إذا أردنا أن نتعرف أو نتبحث الصيغة العامة لإستراطة الجلسرول أو الجلسليدات السلسية لدينا في هذه الحالة هذا الجلسرول وهذا يمثل الجليسرول طبعا قبل أن يتقي إذا أردنا أن نأخذ الجليسرول بمفرضه سيكون CH2OH 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 عند الارتباط مع الثلاث جزئيات حمض دهني سيتم تكوين الإسطر ويخرج ثلاث جزئيات ماء ونحصل على شق الإسطر الأول وشق الإسطر الثاني من الحمض الدهني الثاني وشق الإسطر الثالث يبقى أن تكون الصيغة العامة للإسطر الجليسرول بهذا الشكل يكون الاختلاف فقط كما قلنا أنه يختلف على حسب عدد زرات الكربون أو نوع الشق الألكل الموجود هل زراتي كربون أم ثلاث أم أربعة وعشر أو عشر على حسب نوع الجسرير السلاسي الموجود لدينا وغالبا تكون الشقوق الألكلية هذه الشقوق مختلفة في عدد زرات الكربون طبعا بحسب نوع الزيت أو بحسب نوع الدهن الصفة الموجودة في جلسات كذلك الجسريرات السلاسية أنها تنتب أو تتكون من تفاعل كحول اللي هو الجسرول الكحول السلاسي الهدروكسيل مع سلاس جزئيات من الأحماض الدهنية وأؤكد أنها أحماض دهنية مختلفة في عدد زرات الكربون تصنف الجليسريدات السلسية بحسب نوع الحمض الدهني داخل في تركيبها إلى نوعين جليسريدات بسيطة وهذه الجليسريدات البسيطة تتشابه فيها جزئات الأحماض الدهنية الموجودة في الجزئ بمعنى أن جزئين الحمض الدهني من نفس النوع أو متفقين في عدد زرات الكربون النوع الآخر هو الجليسريدات المختلطة أن لدينا جلسرول كحول جلسرول ومنتحد به أو مرتبط به نوعين مختلفين من الأحماض الدهنية كما نرى يبقى إذا تحتوي على نوعان من جزئات الأحماض الدهنية أو أكثر في الجزئ الواحد كذلك أعز تطلب الجلسردات السلاسية المختلطة هي أكثر الأنواع الشيوعة في الطبيعة بمعنى أن الجلسرات البسيطة قد تكون موجودة ولكن موجودة بكميات بسيطة الأكثر وجودة في الكائنات الحية ففي الطبيعة هي الجلسردات السلاسية المختلطة مثل زيت الزيتون وزيت الزيتون يتكوم من جليسريدات أحماض البالميتك والأوليك والليونيك هذه تحتبر الأحماض الدهنية المكونة له وكذا طبعا نعلم أن الكحول فيهم جميعا هو نوع واحد ثابت اللي هو الجليسرول اللي هو CH2OH CHOH CH2OH كحول سلاسي الهيدروكسير الآن عايزي الطالب ما الفرق بين الزيوت والدهون لو أحسن أن الزيوت المعروفة لدينا الزيوت جميعا توجد في الحالة السائلة بأول صفة تميز الزيوت وتفرق بين الزيوت وبين الدهون أن الزيوت توجد في الحالة السائلة عند درجة الحرارة العادية وسنتعرف على الفرق يعني إذا أتى لنا أعلل للماذا تعتبر الزيوت في الحالة العادية أو في درجة الحرارة العادية في الحالة السائلة الذي ستسبب عايزي الطالب في اختلاف الحالة من حالة صلبة إلى حالة السائلة ما بين الزيوت وبين الدهون هو درجة التشبه هل المادة التي موجودة لدينا هل تعتبر مشبع تحتوي جميع الروابط أحدية أم غير مشبع تحتوي على روابط سنائية الزيوت تعتبر تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة بمعنى أنها تحتوي على روابط سنائية يبقى إذا أتى لنا بسؤال علل توجد الزيوت في درجة الحرارة العادية في الحالة السعيلة سنجيب كمال بسبب احتواء الزيوت على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة وأنت تعلم وتعي أن الأحماض الغير مشبعة أو كلمة غير مشبعة عموما في الكيمية العضوية تعني وجود روابط صنعية أو روابط ثلاثية الروابط الموجودة لدينا في الأحماض الدهنية هنا روابط صنعية يبقى الاحتواء الزيوت على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تشغل جزئاتها حجماً أكبر يعني تجعل حجم جزئات أكبر بسبب تباعد الجزئات على بعضها بسبب الروابطة الصنعية فتزداد المسافة بينها ويقل تماسكها فتقل درجة الإنصار ومثال عليها زيت الأولين كيف نحصل على زيت الأولين من حمض الأولين يعني قضية اللي أنا بسؤال في الإختبار ووضح بالمعادلات الكيميائية كيف يمكن الحصول على زيت الأولين من حمض الأولين لاحظ المعادلة لدينا حمض الأولين طبعاً تعرفنا عايزة الطالب أن المكون الأساسي للجزئات السلسية لابد أن يكون لدينا حمض دهني ولابد أن يكون لدينا أجلس رول بداية أن تكتب أجلس رول هذا سابت في جميع تفاعلات تحضير أجلس ريضات السلسية يبقى إذا نكتب أجلس رول CH2OH 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 ثم نستخدم حمض الأولين هو ذكر لنا في السؤال من حمض الأولين يعني حدد الحمض اللي يجب أن نتعامل معه حمض الأولين الصغر العام له CHC17H33COOH نأخذ ثلاث جزئات من هذا الحمض وسيكون بالشكل أو زيت الناتج يكون على شكل إسطر الجزء السلسلة الكربونية للجزئات السابتة كما هي وستغير فقط هو أننا سنضيف شق OOC17H33 على كل زرات الكربون من زرات الكربون السلاسة المكونة للجلس رول ونحصل على زيت الأولين ونحصل على ثلاث جزئات من الماء لأننا نعلم أنه عند تكوين الإسطر من تفاعل الكحول مع الحمض يخرج أو ينتج جزئ ماء لدينا ثلاث جزئات حمض إذن ينتج ثلاث جزئات ماء كذلك أعزائي طب الفرق كما قلنا أن الفرق بين الدهون وبين الزيوت أن الزيوت في الحالة العادية أو في درجة الحرارة العادية في الحالة السالة إذن الدهون موجودة في درجة الحرارة العادية في الحالة الصلبة يعني أنها ليست تكون صلبة جامدة مثل الخشب أو مثل الحديد قد بعنا كلمة صلبة هنا في هذه الحالة تعني أنها متماسكة يعني غير قابلة للإسالة الزيوت قابلة للإسالة كلمة صلبة تعني أنها غير قابلة للإسالة في هذه الحالة ومتمسكة مع بعضها عند درجات الحرارة العادي تعرفنا على إجابة السؤال مع الزيوت طب عليك الآن أنت تستنتج الإجابة هنا قلنا أن الزيوت أنها تعتبر مركبات غير مشابعة أنها تحتوى على روابط سنائية يبقى إذن المفروض أنك أن تتعرف الآن على الإجابة من تلقاء نفسك أن الدهون في هذه الحالة لا بد أنها تكون مركبات مشابعة أي أنها لا تحتوى على روابط سنائية أي أن جميع الروابط الموجودة فيها روابط أحدية نرى الإجابة يبقى أن بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المشابعة يبقى إذن الفرق في درجة تشبع الحمض الدهني المستقبل الزيوت غير مشابعة تحتوى على روابط سنائية الدهون تعتبر مشابعة جميع الروابط الموجودة فيها روابط أحدية وهذا الذي يكسبها صفة الصلابة يبقى إذن بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المشابعة التي تشغل جزئتها حجما أقل من الفرق هذا فرق بينها وبينها في حالة وجود الروابط السنائية فتحتاج إلى درجة حرارة أعلى حتى تصل إلى درجة الإنصار لأنه كلما تشغل حجماً أقل تكون الرابطة أكثر قوة ويكون المركب أكثر تماسك في هذه الحال لدينا سؤالاً عايزي الطالب كيف نحصل يطلب منك في الاختبار على شكل معادلة سؤال معادلة كيف نحصل على دهن الاستيارين من حمض الاستيارين كذلك الدهن عايزي الطالب يعتبر من الاسترات الكحول المكون الأساسي تعرفنا على أنه كحول أجلس رول تكون بكتابة كحول الجلس رول وتكون بعد ذلك بكتابة الصيغة الكيميائية لحمض الاستيارك لدين الجلس رول CH2OH CH2OH هذا سابت في جميع تحضرات الجلس رول دات نستخدم ثلاث جزئات من حمض الاستيارك اللي هو C17H35COOH نحصل على دهن الاستيارين ونعتبر برضه أحد أنواع الاستيارات ونحصل على ثلاث جزئات من الماء ما هي خواص الزيوت والدهون؟ ما هي الصفات العامة التي تميز الزيوت والدهون عن باقي المركبات العضوية التي درسنا؟ أولا تعتبر الزيوت والدهون شحيحة الزبان في الماء يعني إذا وضعنا كمية من الزيت أو كمية من الدهن في الماء لا تزوب في الماء طبعا هذا بسبب عدم قطباتها أو قلة قطباتها يبقى أول خاصية أنها شحيحة الزبان في الماء ولكنها ممكن أن تزوب في الميزيبات العضوية مثل الإثير أو البنزين أو أكلورفر أكلورفر ثاني شيء أنه يمكن تميز الزيوت والدهون في وسط حمضي معنى كلمة تميز يمكن تفكيكه تتميز الزيوت والدهون في وسط حمضي وتتحلل في وجود الأحماض المعدنية وتتكون الجلسرول والأحماض الدهنية مرخ يعني الإستر يتفكك إلى الحمض المكون له والكحول المكون له مثل تميز زيت الأولين في وجود حمض الهدوكتوريك المخفف يتكون الجلسرول والكحول ويتكون حمض الأوليك كما نرى بالمعادلة هذا زيت الأولين يتفكي في وجود الماء وفي وجود حمض الهدوكتوريك كمادة مساعدة في هذه الحالة ونحصل على حمض الأوليك ونحصل على الجلسرول أي أنه الإستر تفكك مرة أخرى إلى الكحول وإلى الحمض كذلك يمكن تميز الزيوت والدهون في وسط قاعدة وزين من المعادلات الهامة جدا التي لا بد أن تأتي في الاختبار تميز الزيوت والدهون في وسط قاعدة لها عملية التصابون وهذه اللي تصابن في عملية صناعة الصابون مقصود بأنها تتحلل الدهنيات مائيا في وسط قاعدة في وجود هدروكشيد الصوديوم وهدروكشيد البوتاسيوم مكونة جلسرول وملح الصوديوم أو البوتاسيوم للحمض الدهني أي ما يسمى بالصابون يبقى إذن عملية التصابن عزي الطالب هي عملية التحلل المائي للزيوت والدهون في وسط قاعدة مع الغليان وهذه المعادلة نحصل على الكحول ونحصل على ملح للحمط الدهني دهني الاستيرين تفكك إلى جليسرول وإلى ملح أسيتيرات السوديوم ما المقصود عايزة تطالب بهدرجة الزيوت المقصود بكلمة هدرجة الزيوت أن يتم التفاعل مع الهيدروجين في وجود النيكل لكي نحول الزيوت السائلة إلى درجة من الصلابة أو إلى شكل من أشكال الدهون يبقى تتم هدرجة الزيوت غير المشبعة التي تحتوي على رابط سنائية وتفاعل أضافة بتسخينها مع الهيدروجين في وجود عامل محفز ساخن مثل النيكل وتتحول من زيوت سائلة غير المشبعة تحتوي على رابط سنائية إلى دهون مشبعة تحتوي على جميع الرابط الموجودة فيها رابط أحادي ونستخدم هذه الطريقة عايزة تطالب على الانطاق واسع لتحويل الزيوت النباتية إلى دهون نباتية صلبة اللي نسميها السمن النباتي أو الدهون النباتية الصناعي هذا مثال وهدركة زيت الأولين في وجود النيكل الساخي لدينا زيت الأولين هذا يعتبر أحد الإصطراط تفاعل مع الهيدروجين هذا مركب إذا كتبنا له الصيغة البنائية يحتوي على روابط سنائية والتفاعل مع الهيدروجين في وجود النيكل كعامل حفز يتم كسر الروابط ونحصل على دهن ألستيرين يعتبر مركب مشبع في هذه الحالة جميع روابطه أحدية لحظ الفرق في عدد زرات الهيدروجين زاد عدد زرات الهيدروجين دليل على تكسير الروابط وحدثة إضافة للزرات الهيدروجين إضافية ما المقصود بالشموع أيضا؟ الشموع تعتبر كذلك أحد الليبيدات الشموع تعتبر إصطراط للأحماض الدهنية ولكنها طويلة السلسلة مع كحولات كذلك طويلة السلسلة أحادية الهيدروجين الجسريدات كانت مع كحول سلاس الهيدروجين لواء جليسرول هنا نستخدم كحول أحادي الهيدروجين هذا الفرق بين الشموع وبين الجسريدات لدهون وزيود تاني شيئا أن عدد زرات الكربون في السلسلة الكربونية لكل من الحمض الدهني والكحول المستخدمة في تصنيع الشموع أو في إنتاج الشموع من 10 إلى 30 زرات كربون كذلك تعتبر الشموع تعتبر مركبات صلبة وتتواجد في كل من النباتات والحيوانات طبعا من نتكلم عن الشموع الطبيعية ودرجة انصارها تكون منخفضة ولذي الشموع لها أهمية كبيرة جدا لها دور هام في تغليف أوراق النباتات وحماياتها وخصوصا في المناطق الحارة لكي يتمنع عملية تبخر الماء وكذلك يعتبر الغطاء الشمع الذي يغلب فرو الحيوانات وريشها يزيد مليون الجسم الحيوان وكذلك يجعلها أو يقيها من البلل عند تعرضها إلى الماء مثلا أمطار أو وما شابه فذلك يعتبر الغطاء الشمع الذي يغلب فرو الحيوان والريش يزيد مليون الجسم الحيوان ويقيها من البلل أمثل على الشموع الطبيعية اللي هو شمع العسل الذي ينتجه أنواع النحل النوع الأخير عايزة الطالب هو الفوسفوليبيدات وهي تعتبر منها الليبيدات الفوسفورية التي تحتوي على زرات الفوسفور هي تتكون من استرات الجليسرول مع أحماض ضهنية الإضافة الموجودة هنا وجود حمض الفوسفوريك وهذه المركبات تدخل في تركيب أخشيات الخلايا أو الغلاف الخارجي أو الجدار الخارجي للخلايا سواء خلايا نباتية أو خلايا حيوانية كذلك عايزة الطالب من أمات الفوسفوليبيدات أنها تعمل كحاجز حاجز يمنع أو يحول دون مرور الجزيئات والأيونات من الخالية وآله كأنه يعمل على عملية تنظيم دخول الأيونات إلى داخل الخالية من الوسط الخارجي أو العكس أو خروج الأيونات من داخل الخالية إلى الوسط الخارج وبعض نكون أبناء الطلاب قد وصلنا لختام حلقة اليوم والتي تعرفنا فيها على الليبيدات والأحماض الدهنية وتعرفنا فيها على أنواع الليبيدات وصنفناها وكذلك على التكوين أو تركيب الكيميائي لها وتعرفنا كذلك على الأحماض الدهنية وتعرفنا على أنواع الأحماض الدهنية وطرق الحصول عليها وتعرفنا على الفرق بين الأنواع المختلفة للزيوت والدون وتعرفنا على المركبات المشبعة منها ومركبات غير المشبعة نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقات التي تم تقديمها لكم خلال الفترة الدراسية على أمل أن نلقاكم في حلقة مراجعة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة